اشتركوا في القناة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقامكم السامي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم من منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وعطيب التبركات مقرونة بعظيم الامتنان والولاء لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بمناسبة الدكرة الثالثة والعشرين على تأسيس الحرس الوطني والذي يزداد قوة وتطورا بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من لدني جلالتكم منذ مراحله التأسيسية تعزيزا من دوره الرئيسي في كونه عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في سبيل حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته التي أشرقت في عهدكم الزاهر والمحافظة على أمن المملكة وسلامة أراضيها ورخاء مواطنيها وبفضل قيادة جلالتكم السديدة وتوجيهاتكم النيرة صار الحرس الوطني صرحا أمنيا على قدر كبير من الجاهزية والكفاءة متسلحا بسلاحي الولاء والفداء في تلبيته النداء الوطني المقدس ونناذ نبارك لجلالتكم حلول هذه المناسبة العزيزة لنجدد العهد والولاء لله تعالى ثم لمقام جلالتكم السامي بأن نظل كما عهدتمونا دائما تحت راية جلالتكم جنودا مخلصين للوطن في سبيل الحفاظ على سيادة المملكة واستقرارها دعينا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويكلأكم برعايته وأن يديمكم ضخرا وعزا لوطننا الغالي وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص التحايي المقرونة بصادق الولاء والامتنان الفريق أول الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو الأخ العزيز الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ تقديرنا واعتزازنا بالتهنية التي بعثتم إلينا بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني الذي يشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الحصن الواقي لمملكتنا الغالية والدرع المكين لهذا الوطن العزيز إننا نفتخر بالبستوى الرفيع العالي الذي تبلغه وحدات الحرس الوطني عاما بعد عام برئاستكم وتوجيهاتكم من تدريب وجاهزية عالية واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار ونود أن نبعث بتحياتنا إلى جميع منسوبية الحرس الوطني من ضباط وقادة وأفراد ونسأل الله عز وجل التوفيق لكم جميعا لخدمة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته الغالية حفظكم الله جميعا ورعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين